وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه ضرورة عند الله أو ما هي بضرورة إذا كانت ضرورة في دين الله وكانت ضرورة في كلام الله فما علاقت هنا بمجموعة من البدو الجاهليين الذين أنكرواها ما علاقتنا بهم عودوا إلى ماضيهم في قريش حينما كانوا في مكة المأبون منهم وابن العواهر ابن العاهرة هذا هو تأريخهم تأريخهم ما بين مأبون وابن عاهرة وقواد كان يعمل في الجاهلية صحيح أن الإسلام يجب ما قبله ونحن نعتقد بهذا بس شنسوي لهم أبعاد ما يبطل عادة ذول بهم سولة سولة بالتعبير الشعبي العراقي يعني عادة مستديمة وبسولة ما يبطل سولته شنسوي لهم سقيفيو بني ساعدة أسسوا ما أسسوا لأجل تبرير نقضهم لبيعة الغدير وتنصيب أبي بكر خليفة ولا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الموضوع الحلقة ليست مخصصة للخوض في هذا الموضوع لا يوجد إجماع حقيقي في تنصيب أبي بكر خليفة الصحابة لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك هناك جمع كثير فاتخذوا من الكثرة دليلا وحجة وهذا منطق يرفضه القرآن رفضا قاطعا والحال هو هو اتخذه الطوسي بحسب مذهبه اللعين القذر استخرجت لكم الآيات من الكتاب الكريم سأمر عليها أتمنى عليكم أن تصبروا علي وأن تتابعوا معي وأن تتدبروا كيف أن القرآن يذم الكثرة بأسلوب عجيب يذم الكثرة في كل الناس ويذم الكثرة في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وآله إن كان هناك شيء يقال له أمة محمد صلى الله عليه وآله يذم الكثرة في اليهود وفي النصار وفي سائر الأمم في الأمم الماضية في كل أنواع البشر في سورة البقرة في الآية المئة بحسب ترتيب المصحف من دون أن أقول من بعد البسملة طلباً للاختصار في الآية المئة بل أكثرهم لا يؤمنون في اليهود آية 243 ولكن أكثر الناس لا يشكرون آل عمران آية 110 وأكثرهم الفاسقون عن أهل الكتاب في المائدة 59 وأن أكثركم فاسقون عن أهل الكتاب آية 103 وأكثرهم لا يعقلون الذين كفروا في الأنعام آية 37 ولكن أكثرهم لا يعلمون العرب عموماً وقريش خصوصاً آية 111 ولكن أكثرهم يجهلون الأمة التي بعث فيها النبي النبي صلى الله عليه وآله آية 116 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الأعراف آية 17 ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا وصف إبليس وهو يخاطب الله حيث يصف أبناء آدم بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين آية 102 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين في الأمم الماضية التي جرى ما جرى عليها وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 131 لازلنا في سورة الأعراف ولكن أكثرهم لا يعلمون فرعاون وقومه 187 من الأعراف أيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الأنفال آية 24 ولكن أكثرهم لا يعلمون أمة النبي صلى الله عليه وآله التوبة الآية الثامنة وأكثرهم فاسقون المشركون بشكل عام والأمة بشكل خاص يونس آية 36 وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا أمة النبي آية 55 ولكن أكثرهم لا يعلمون عموم الناس آية 60 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون هود آية 17 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة يوسف آية 21 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 38 ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا كلام يوسف مع السجناء الذين كانوا كانوا معه في الحبس آية 40 ولكن أكثر الناس لا يعلمون كلام يوسف مع السجناء آية 68 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 103 وما أكثر وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين آية 106 وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هذا عن المؤمنين الذين يعلنون إيمانهم ويظهرون إيمانهم فإن أكثرهم مشركون الطوسيون مصداق واضح من مصاديق هذه الآية يظهرون الإيمان لكنهم يتمسكون بالتوحيد المعتزلي وهو شرك بحسب أئمتنا صلوات الله عليهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سورة الرعب الآية الأولى والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة النحل آية 38 ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 75 الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحديث عن الناس عموما وعن أمة النبي خصوصا آية 83 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون هؤلاء الكافرون ببيعة الغدير ونعمة الله هي النعمة العظمى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون آية 101 لا زلنا في سورة النحل بل أكثرهم لا يعلمون الناس بشكل عام وأمة النبي بشكل خاص سورة الإسراء آية 89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا سورة الأنبياء آية 24 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون سورة المؤمنون آية 70 بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون سورة الفرقان آية 44 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا آية 50 فأبى أكثر الناس إلا كفورا سورة الشعراء آية 8 وما كان أكثرهم مؤمنين الحديث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله وما كان أكثرهم مؤمنين آية 67 وما كان أكثرهم مؤمنين فرعون وقومه آية 103 وما كان أكثرهم مؤمنين عموم الناس آية 121 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم نوح آية 139 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم هوت آية 158 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم صالح آية 174 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم لوط آية 190 وما كان أكثرهم مؤمنين قوم شعيب آية 223 يلقون السمعة وأكثرهم كاذبون عن هذه الأمة يلقون السمعة وأكثرهم كاذبون سورة النمل آية 61 بل أكثرهم لا يعلمون عن هذه الأمة آية 73 إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون القصص سورة القصص آية 13 ولكن أكثرهم لا يعلمون عن عامة الناس آية 57 ولكن أكثرهم لا يعلمون عن هذه الأمة بحسب سياق الآيات إنني أشخص الجهة التي تتحدث الآيات عنها العنكبوت سورة العنكبوت آية 63 الآية الثالثة والستون من سورة العنكبوت بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون الحديث عن هذه الأمة سورة الروم الآية السادسة وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 30 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 42 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان كان أكثرهم مشركين لقمان سورة لقمان الآية الخامسة والعشرون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون سورة 7 آية 28 وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 36 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية 41 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ياسين سورة ياسين الآية السابعة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الحديث عن هذه الأمة سورة الصافات الآيات من 69 إلى 71 إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين الحديث عن هذه الأمة سورة الزمر آية 29 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هذا أمير المؤمنين إنه الرجل السلم لرسول الله ورجلا سلما لرجل بحسب تفسيرهم لقرآنهم هذه الآية من الآيات المهمة جدا التي تحدثنا عن السالمية والتسليم لمحمد وآل محمد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هم أعداء علي من هم الشركاء المتشاكسون فيهم شياطين الجن وشياطين الأنس وأهواؤهم ومصالحهم الشخصية بينما علي كان رجلا سلما لرسول الله كان مسلما وسالما له بعقله وقلبه وبكله مثل ما كان يقول أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون في هذه الأمة الآية تسعة وأربعين ولكن أكثرهم لا يعلمون في هذه الأمة سورة غافر آية سبعة وخمسين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون آية تسعة وخمسين إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آية واحد وستين من سورة غافر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون سورة فصلت آية ثلاثة وأربعة كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سورة الزخرف آية سبعة وسبعين وثمانية وسبعين ونادوا يا مالك أهل النيران ونادوا يا مالك مالك خازن النيران ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون هنا الحديث عن الجن والإنس الذين هم في النار مخلدون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون سورة الدخان آية تسعة وثلاثين ولكن أكثرهم لا يعلمون عن عموم الناس سورة الجاثية آية ستة وعشرين ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الحجرات الآية الرابعة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الصحابة أكثر الصحابة لا يعقلون فأيه إجماع هذه الآية الرابعة من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هؤلاء هم الصحابة أكثرهم لا يعقلون سورة الطور آية 47 ولكن أكثرهم لا يعلمون الحديث عن الناس عموما وعن الظالمين خصوصا 33 سورة من سور القرآن 68 آية من آيات الكتاب الكريم تصرح بشكل واضح من أن الأكثر من الناس الأكثر من هذه الأمة من أن الأكثر من الأمم الماضية من أن الأكثر من أهل الكتاب من أن الأكثر من اليهود من أن الأكثر من الصحابة لا يعقلون لا يعلمون لا يشكرون لا قيمة له هذه الآية الرابعة من سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من هم أؤلاء الصحابة أكثرهم لا يعقلون أهل البيت ليسوا داخلين في هذه الآية هؤلاء هم الصحابة الصحابة فقط أهل البيت لا يفعلون هذا لا يستطيع أحد أن يدعي أن أحدا من أهل البيت كان يفعل هذا مع رسول الله هؤلاء هم الصحابة وسورة الحجرات آياتها بحسب صحيح البخاري الروايات في صحيح البخاري في أبي بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك من هما أبو بكر وعمر روايات البخاري إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إذا كان أكثر الصحابة لا يعقلون فكيف يكون إجماعهم حجة وكيف تكون هذه الأمة معصومة حينما تجمع على شيء وأكثر الصحابة فيها لا يعقلون بوصف القرآن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات حتى إذا أراد قائل يقول من أن الأكثر هنا في الذين ينادون من وراء الحجرات وهذا كان يفعله أكثر الصحابة يعني أن جمعاً كثيراً من الصحابة الله الذي يصفهم لست أنا من أنهم لا يعقلون والذي لا يعقلون لا دين له من لا عقل له لا دين له ومن لا دين له لا عقل له هذا منطق محمد وآل محمد أنا لا أريد أن أحتج عليهم بكلام طويل لن أحتج عليهم ببيعة الغدير ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين لأن حديث الثقلين هكذا يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي هذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلال إذا لم تتمسك بالثقلين وحديث الثقلين صحيح عند المخالفين وأنا لا أريد أن أناقش المخالفين في هذا البرنامج إنما أبين لكم أنتم 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 الذين تبحثون عن دين العترة الطاهرة أريد أن أبين لكم من أن أصول دينكم أتحدث عن الدين الطوسي القذر النجس قد أخذت من نواصب سقيفة بني ساعد هذا الحديث من أن أمة لا تجتمع على ضلالة موجود في كتبنا أنا لا أنكره لكن الأمة لا تجتمع على ضلالة بوجود العاصم لها العاصم هو الإمام المعصوم العاصم الكتاب والعترة النبي هكذا قال لنا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعد أبدا فهذا يعني أن الأمة ستتعرض للضلالة إذا لم تتمسك بالكتاب والعترة بيعة الغدير واضحة اللهم والي من والاه وعادي من عاده إذن هناك من يعادي عليا الذين يوالون عليا إذا اجتمعوا تحت لوائه فإنهم لا يجتمعون على ضلالة الذين يجتمعون وهم متمسكون بالكتاب والعترة فإنهم لا يجتمعون على ضلالة لا بد من وجود عاصمة لن أحتج على النواصب بحديث الغدير ولن أحتج عليهم بحديث الثقلين سأحتج عليهم بحديث رزية الخميس حديث معروف في كتبهم وأنا أقرأ من صحيح البخاري هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى ألفين وأربع ميلادي البخاري متوفى سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة في الصفحة الرابعة والثلاثين في كتاب العلم رقم الحديث مية وأربع عشر من باب كتابة العلم إنه الباب الأربعون بسنده بسند البخاري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء هم الذين يصلونها لما اشتد بالنبي وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد هذا كتاب عاص يعني أن الأمة بحاجة إلى عاص فكيف تكون معصومة من دون عاص قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط طردهم النبي قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه هذه هي رزية الخميس هؤلاء الذين منعوا رسول الله أن يكتب لهم كتابا عاصما كيف إذا اجتمعوا يكونوا اجتماعهم محصوما من يهن هذا من فوق من جو يسألوهم 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 يسألوا النواصب الذين هم أصل ديننا يسألوهم كيف يجتمع الصحابة ويكون اجتماعهم معصوما ويكون اجتماعهم حجة ومصدرا من مصادر التشريع رسول الله قال لهم أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده رفضوا ذلك وعمر قال إن النبي يهجر يهدي هذا محمد يهدي هذه قولة عمر لا شأن لي بما يريده البخاري البخاري مدلس والعديد من علماء السنة يقولون عن البخاري بأنه مدلس فهؤلاء كيف يكون اجماعهم حجة النبي طردهم طردهم خوموا عني النبي بعد ذلك بحسب رواياتنا كتب الكتاب لكنه سيبقى وثيقة محفوظة إلى زمن الظهور كي يعرض من ضمن وثائق الجريمة الإمام لماذا سينبش قبوره ليس انتقاما إنها عملية توثيق للجريمة بوثائقها الأصلية في رواياتنا حتى الحطب الذي جمع على بيت فاطمة محترق منه والذي لم يحترق الآثار الآثار الباقية محفوظ عند الأئمة عند الحجة بن الحسن لأن الإمام سيفتح محكمة عالمية وسيرجع الأموات لكي لكي يعرف الناس الحقيقة من جملة الوثائق هذا الكتاب كتبه رسول الله لما طردهم من الذي بقي في البيت بحسب رواياتنا والرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس في بعض نسخه ليس في كل النسخ في بعض نسخه في كتاب سليم بن قيس لما طردهم رسول الله طرد هؤلاء الذين يقال لهم صحابة لما طردهم رسول الله من الذي بقي في البيت بقي سلمان والمقداد وأبو ذار فأرادوا أن يخرجوا بعد ذلك لأجل أن يختلي رسول الله بأهل بيته بعلي وفاطمة والحسن والحسين لما أراد سلمان أن يقوم وأشار إلى صاحبيه أن يقوم مع أمير المؤمنين أمرهم بالجلوس رسول الله أحضر له أمير المؤمنين الكتف الكتاب فأملى عليه أسماء الأئمة وذكر وصف المهدي وشؤونه ثم أشهد الثلاثة على هذا الكتاب أي وضعوا إمضاءهم توقيعهم على الكتاب سلمان والمقداد وأبو ذار الكتاب أملاه الرسول على أمير المؤمنين كتبه الأمير وشهد عليه سلمان والمقداد وأبو ذار النبي قال لسلمان والمقداد وأبي ذار كنت قاصدا أن يكتب هذا الكتاب بحضور أولئك وأن يشهد عليه وبعد ذلك أخرج إلى الناس وأجمع المسلمين جميعا وأقرأ الكتاب عليهم وأشهدهم عليه هذه وثيقة ستبقى عاصمة للأمة من ضلالها هذا هو الذي جرى لكن هؤلاء عمر وأمثال عمر هم الذين منعوا رسول الله وهذه عقوبة للأمة التي اعتقدت بهؤلاء فأقول للنواصب أي إجماع هذا يكون عاصما للأمة النبي أراد أن يترك كتابا عاصما وهؤلاء الصحابة منعوه الذين منعوا النبي من كتابة كتاب عاصما للأمة كيف يكون اجتماعهم عاصما للأمة وكيف يكون إجماعهم حجة ما هذا الهراء هذا حديث رزية الخميس يقضي على حجة إجماعكم وهذا الحديث كرره البخاري في كتابه عدة مرات وهذا هو شأن البخاري الأحاديث المهمة يكررها في العديد من أبواب كتابه رقم الحديث هنا في صفحة 34 30 114 لكنه كرره برقم 3053 350 3168 443 443 443 5669 7366 في كل هذه المواطن تكرر وفي بعض النسخ فقالوا هجر رسول الله لم يشر إلى اسم عمر ولكنه ذكر الكلمة وكلمة عمر في أصلها إن الرجل يشير إلى رسول الله إن الرجل ليهجر هذا هو أصل الكلمة موجودة في كتب التعريخ والسيار في كتبهم وفي كتبنا نذهب إلى فاصل